وزير التربية والتعليم حصلوا على الدكتوراه آه حصلوا على الدكتوراه الجامعة مش عجبة بعضهم دي قصة مش بتاعتي مش بتاعتي أنا ليه إيه بصوا يا سيدها كرام مبدئيا عشان بس نبقى إيه يعني إيه واخدين الموضوع كده من أوله هو ما فيش حاجة اسمها في أي حتة في الدنيا بتقول فيش قانون بيقول أنه يجب على الوزير أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه طيب حاصل على شهادة الدكتوراه هو حر إضافة شيء رائع شيء جميل طيب اتنين أن تكون الجامعة يا كذا يا كذا يا كذا يعني إحنا من هنا ورايح المفروض إن إحنا نختار للوزر أو نختار للمواطنين يتحصل على الدكتوراه من الجامعات الفلانية يا إما إحنا ملناش دعوة إحنا نخصمينك ده مسموش كلام أنا بقولك حاجة نازلين إيه نتكلم كلام مواطن عادي في الشارع أهلي وأهل سيادتك اللي يعنيني إيه إنه حال الوزارة ينعدل إنه حال التعليم ينعدل إن العيال تتعلم كويس كويس إن المدارس تبقى كويسة إن أنا يبقى فيه عندي عدد مدارس كافي يراعي الكثفات الطلابية المدرسين بتوعيب ومتدربين تدريب مية مية المناهج بتاعتي تبقى متطورة بقدر تطور المناهج اللي موجودة في بلاد برة وفي نفس الوقت تبقى طليق بالتعليم وبمصر وبالشعب المصري طبعا أنا عايز حاجة تاني يعني أنا عايز مدارس مدرب عايز مدارس كفاية مش بس كفاية أبنية تعليمية لائقة عايز مناهج متطورة عايز مناهج تبقى تخلي الولاد عارفين اللي بيحصل في مصر واللي بيحصل في المنطقة العربية واللي بيحصل في العالم صح ولا أنا غلطان عايز نوع من التعليم يخلي الولاد قادرين على البحث والفحص مش فقط الدرس يعني أنا عايز ولاد يطلعوا لي مش يتقال لهم حفظتوا الدرس أنا عايز يتقال لهم فهمتوا الدرس فيقولوا أيوة فيقول لهم طب وفهمتوا إيه والناقش طيب تعرف إيه عن الأزمة الروسية الأوكرانية محمد تعرف إيه عن مثلا أمريكا اللاتينية وعلاقتها بجوارها في دول أمريكا الشمالية يا طرأ هل طرأ أسبانيا عبارة عن إيه جمهورية شكلها عامل إزاي يا طرأ هي جمهورية لأمة واحدة ولا هي التحاد فدرالي مثلا يعني طب أنا بقول لك أهو لو نزلت أي مدرسة النهاردة دلوقتي حالا إنت لو كتبت السؤال ده في امتحانات السنوية العامة وقلت لهم المكسيك دولة أمة واحدة ولا التحاد فدرالي محدش هيجاوب محدش هيجاوب إلا بقى يعني النظر اليسير من الأولاد اللي أصلا محبي الاطلاع أنا بقى عايزهم يعرفوا يجاوبوا صح؟ إذن أنا اللي يهمني في وزير التربية والتعليم إيه؟ إنه يكون قادر إنه يخلق لتجربة مختلفة ناجحة من خلال الوزارة العمل مع هذه الوزارة بس طيب الدكتور الموصفة مدبولي اتكلم في الموضوع ده بمنتهى الوضوح بمنتهى الوضوح وتكلم على إنه الشهادات والله سليمة الشهادات معتمدة المهم إن إحنا نيجي بناس مؤهلتهم أو قدرتهم ومؤهلتهم وخبرتهم تسمح بإنهم قادرين على التعامل مع كافة الملفات وإنه يبقى فيه تقييم سريع نقدر نحكم من خلاله على مين نجح ومين لم ينجح بس خلاص ده ده اللي مطلوب طيب رئيس الوزراء اتكلم على ترشيح الملفات بتاعة الوزراء واللي بيشارك فيها كل المؤسسات المعنية وإنه رئيس الوزراء بنفسه هو بيرشح عدد من الشخصيات تتولى عدد من الحقائق لكن كمان في ملفات أخرى بيطلب من جهات أخرى موجودة في الدولة إنها تقوم بترشيح طيب الجهات الأخرى اللي موجودة في الدولة بتعمل إيه؟ بتتكلم على المرشحية في كل المجلات وبتتبع الملفات وبترجعها إلى آخره بناء على رؤية واستراتيجية بيتم اختيار الشخصيات ما يوضع أمام رئيس الوزراء المكلف هو سابقة الخبرة سابقة الخبرة بتاعت كل مرشح لكل حقيبة أو لكل وزارة شوف أنت بتحب تسميها إزاي؟ بتتم قراءة هذه الملفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى بدبولي قال لك إيه؟ قال لك ما يعنيني في الملف الكفاءة والقدرة على إدارة وضع رؤية واضحة للملف إلا هيتولى الشخص مسئوليته ترجمة نانسي قنقر